بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة الرياضية وهو مقارنة سعاته نتح الكتاب صفحة 26 لدينا أكتشف تريد ليلة استعمال قرورة سعتها 50 سانتليتر لملء الأوعية الثلاثة بالماء كم قرورة يلزمها لملء كل وعاء نحاول أن نفهم ما جاء هنا لدينا تريد ليلة استعمال قرورة سعتها هنا عندما أجد سي آل هكذا أقول سانتليتر هنا قرورة هذه سعتها 50 سانتليتر ما معنى سعتها يعني كمية الماء عندما تكون القرورة ممتلئة كمية الماء هنا أقول سانتليتر 50 سانتليتر لملء الأوعية الثلاثة بالماء أين هي الأوعية؟ لدينا با جيم ألف حيث با مكتوب هنا واحد آل واحد آل أقول واحد لتر خمس آل أقول خمسة خمسة لتر ولدينا ثلاث آل أقول ثلاثة لتر يعني القرورة با مثلا كمية الماء في القرورة با وهي واحد لتر كمية الماء في الوعاء جيم وهي خمسة لتر هذا معنى السعة أقول كمية الماء أو كمية السائل كم قرورة يلزمها لملء كل وعاء إذا استعملت هذه القرورة ملأتها بالماء وقامت بإفراغها في القرورة با كم من قرورة يلزمها؟ سنتعرف على هذا إن شاء الله لدينا هنا قرورة سعتها كم واحد لتر وهنا خمسون سنتيلتر هذه القرورة التي تملكها ليلة يا ترى خمسون سنتيلتر هنا كمية الماء وهنا واحد لتر من هي الأكبر؟ واحد لتر أم خمسون سنتيلتر مقارنة عندما أنظر هكذا واحد لتر أكبر من خمسون سنتيلتر إذن هنا واحد لتر أكبر من خمسون سنتيلتر إذن قال كم من قرورة يلزمها لملء قرورة أو وعاء سعته واحد لتر سنقوم بالتجربة لدينا هذه القرورة سعة وخمسون سنتيلتر سأقوم بإفراغها في القرورة هذه القرورة هي با نقوم بإفراغها كم يلزمنا إذن هنا قمنا بإفراغ القرورة واحد نعيد مع القرورة الثانية سعة وخمسون سنتيلتر إذن هنا امتلأت امتلأت هكذا إذن هنا كم يلزمنا من قرورة يلزمنا واحد اثنان واحد اثنان يعني ماذا نستنتج هنا في هذه الحالة نستنتج خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر يساوي واحد لتر خمسون زائد خمسون ماذا سنتيلتر يساوي واحد لتر لماذا قلت واحد لتر لتر طبعا من خلال التجربة التي قمت بها الآن إذن بالنسبة للوعاء الجيم بالنسبة للوعاء ألف نعيد أيضا سواء في البيت سواء في القسم نفس التجربة ونستنتج إذن هنا لدينا خمسون زائد خمسون خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر يساوي واحد لتر إذن هنا بعد التجربة نستطيع الإجابة عن السؤال كم قرورة يلزمها لملء كل وعاء بالنسبة للوعاء با بالنسبة لبا كم قلنا من قرورة اثنان بالنسبة للوعاء جيم بعد التجربة نجد عشر عشر قرورات بالنسبة للوعاء ألف ثلاثة ما معنى هذا الكلام يعني هنا با استعملنا كم من قرورة واحد اثنان أقول خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر يساوي واحد لتر بالنسبة للوعاء للوعاء جيم لدينا قمنا بإفراغ القرورة الأولى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عشر هكذا امتلأ امتلأ الوعاء الوعاء أي وعاء الذي سعته خمسة لتر استعملنا كم من قرورة يعني عشر بالنسبة للوعاء ألف لسعته ثلاثة لتر قمنا بإفراغ القرورة الأولى ثم الثاني الثالثة الرابعة الخامسة السادسة امتلأ الوعاء إذن هنا ماذا نستنتج خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر زائد خمسون زائد خمسون زائد خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر يساوي ثلاثة لتر إذن هنا أقول هنا كم استعملنا من قرورة اثنان وهنا عشر وهنا كم ست. يقول ثانيا ارتب الاوعية الثلاثة من الاصغر ساعة الى الاكبر الساعة. اذا هنا بالملحظ لدينا هنا واحد لتر خمسة لتر ثلاثة لتر لتر لتر. استطيع هنا اذا كان لتر لتر لتر. استطيع ان اقارن او وقوم بترتيب هذه الاوعية بكل السهولة. من هو الاصغر هنا? الاصغر واحد ثم بعد واحد لدينا ثلاثة ثم خمسة. اذا بالنسبة للترتيب يكون هكذا با الذي سعته واحد لتر ثم الف سعته ثلاثة لتر ثم جيم سعته خمسة لتر. والزين هو هو جيم نعم هو الاكبر. لدينا انقل على كراسك ثم اكمل بالعدد المناسب. هنا نقوم بالقراءة. مئة سنتي لتر يساوي لتر. يعني مئة سنتي لتر كم فيها من لتر? خمسون سنتي لتر كم يساوي من السنتي لتر. خمسة لتر كم يساوي من السنتي لتر. ثلاثة سنتي لتر كم يساوي من اللتر. ولدينا اثنين لتر كم يساوي من الصاني لتر. اذا بكل سهولة سنجيب لدينا هنا مئة سنتيلتر كم يساوي من اللتر نبدأ أولا بالأسهل لدينا مئة سنتيلتر كم يساوي من اللتر نحاول هنا الرجوع إلى الجزء الأول من أكتشفه لدينا ماذا قلنا خمسون سنتيلتر زائد خمسون سنتيلتر يساوي واحد لتر خمسون سنتيلتر زائد خمسون يساوي واحد لتر إذن يا صورة مئة سنتيلتر كم يساوي من اللتر خمسون زائد خمسون ألا يساوي مئة خمسون زائد خمسون يساوي مئة نعم إذن هنا لدينا أستطيع أن أكتب هكذا مئة سنتيلتر يساوي ماذا؟ يساوي واحد لتر. إذن هنا لدينا مئة سنتيليتر. ماذا يساوي؟ يساوي واحد واحد لتر. جيد. لدينا خمسون سنتيليتر زائد خمسون سنتيليتر. خمسون زائد خمسون كم يساوي من سنتيليتر؟ إذن هنا لدينا سنتيليتر. لدينا سنتيليتر كم يساوي من السنتيليتر؟ هنا أجمع مباشرة سنتيليتر سنتيليتر سنتيليتر. أقوم بالجمع. خمسون زائد خمسون كما قلنا يساوي مئة. وهذا ما استنتجناه من أول مرة. لدينا هنا خمسة لتر كم فيها سانتي لتر خمسة نكتب لتر كم يساوي من السانتي لتر وش حال فيها إذا يعني هذا الوعاء جيم وش حال فيه من سانتي لتر الوعاء جيم وجدنا خمسون زائد خمسون زائد خمسون زائد خمسون زائد خمسون كم من خمسون عشرة هنا أقول خمسون تكررت نعم أم لا في كل مرة تكررت إذا نستطيع حسابها إما باستعمال الآلة الحاسبة أو أقول هنا ندخل عمليات الضرب خمسون تكررت كم من مرة تكررت عشرة إذن أقول في عشرة وأي عدد أضربه في عشرة ماذا يساوي أكتب العدد كما هو وأضيف السفر أليس كذلك نعم إذن هنا لدينا خمسة لتر يساوي كم خمسمائة سانتي لتر نكمل ثلاثمائة سانتي لتر كم يساوي من اللتر ثلاثمائة سانتي لتر كم يساوي من اللتر هنا بدون حساب دعونا نستنتج القاعدة مباشرة دعونا نستنتج القاعدة هنا لدينا مئة سانتي لتر يساوي واحد لتر قمنا بحذف ماذا سفر سفر من سانتي لتر انتقلنا إلى اللتر نقوم بحذف الأسفار هنا من اللتر انتقلت إلى سانتي لتر أضفتكم سفر واحد اثنان إذن من السانتي لتر ننتقل إلى اللتر من السانتي لتر ننتقل إلى اللتر ماذا سأفعل هنا للحفظ أكتب ثلاثة فقط يعني أقوم بحذف الأسفار الآن إذا كان من أصل لتر لليتر لدينا اثنان لتر كم يساوي من السانتي لتر إثنان لتر كم يساوي أو شحل فيها من السانتي لتر إذا لتر كما قلنا اكبر من السانتي لتر أليس كذلك لتر واحد لتر أكبر يساوي مائت سانتي لتر أليس كذلك نعم إذن هنا من اللتر رح روح للسانتلتر ماذا سأفعل؟ أضيف كم سفر؟ واحد اثنان وأكتب اثنان تبقى كما هي إذن هكذا للحفظ خمسة لتر يساوي خمسمائة سانتلتر هنا انتقلنا للسانتلتر أضيف سفر ثلاثمائة سانتلتر انتقلنا للتر أقوم بحثف الأصفار نكتب ثلاثة أو يستطيع التلميذ الاستعانة بجدول التحويلات لكن هكذا أيضا سهل وبسيط نمر إلى الجزء الثاني طبعا الجزء الأول يستطيع الإجابة عن الأسئلة بكل سهولة بعد القيام بالتجربة لدينا بعلبة واحدة من عصير البرتقال سعتها واحد لتر يمكن ملء خمسة أكواب إذن هنا لدينا علبة عصير سعة واكم واحد لتر يعني كمية العصير اللي فيها أقول واحد لتر يمكنني هنا ملء كم من كوب من كوب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لدينا أكمل ملء الجدولي آتالي لدينا في الجدولي عدد العلب عدد الأكواب إذا كانت لدي علبة واحدة كم من كوب هنا أستطيع ملءه علبة واحدة يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة جيد لدينا اثنان علبتان العلبة الأولى العلبة الثانية نقوم بعد الأكواب كم لدينا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لدينا ثلاثة علبة إذن كم من كوب هنا أو عدد الأكواب كم نقوم بالعدد العلبة الأولى العلبة الثانية العلبة الثالثة لدي عشرة أضيف خمسة عشرة زائد خمسة وأقوم بالعدد عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن هنا في كل مرة أضيف خمسة أليس كذلك نعم إذن خمسة عشر خمسة عشر زائد خمسة عشرون عشرون زائد خمسة خمسة وعشرون لدينا إذا كان عدد تلاميذ القسم 34 تلميذ قسم فيه كم من تلميذ 34 كم علبة يلزم لكي ينال كل تلميذ قوبا واحدا من العصير كم أحتاج من علبة هنا عدد التلاميذ 34 قلنا هنا في الجدول إذا كان لدي كم من علبة هنا 5 عدد الأقواب هنا 25 لكن هنا 34 نضيف علبة أخرى ونتأكد لدينا 25 نضيف علبة يصبح كم عدد الأقواب 30 إذن هل لا يلزمني 6 علبة؟ لا نضيف علبة أخرى يصبح 7 هنا نقوم بالعدل 31 32 33 34 35 35 هنا 34 موجودة نعم ويبقى كوب 1 إذن يلزمني كم من علبة؟ نقوم بالعدل 1 2 3 4 5 6 7 جيد نمر إلى الجزء الثاني لدينا ثانيا أكتب الرمز يساوي بين السعات المتماثلة لدينا هنا مثلاً كما قلنا 5 لتر يساوي 500 سنتي لتر هذه لدينا سعات متماثلة إذا كان هكذا أكتب يساوي لدينا 300 سنتي لتر ولدينا 9 لتر أولاً ماذا سأفعل؟ هل يساوي؟ هل أضع يساوي؟ هنا يجب علي أن عندما أقارن يكون سنتي لتر يكون سنتي لتر أو لتر لدينا 300 سنتي لتر وجدناها كم؟ 3 لتر أستطيع هنا أن أقوم بكتابة 3 لتر هل 3 لتر يساوي 9 لتر؟ لا إذن هل أقوم بكتابة سنتي لتر يساوي؟ لا لدينا 900 سنتي لتر ولدينا 25 سنتي لتر هل أضع يساوي؟ لا أضع أي شيء لدينا 0 لتر و 25 سنتي لتر ولدينا 3 لتر طبعاً للمقارنة لا يجب أن يكون هنا سنتي لتر سنتي لتر أو لتر لتر 25 سنتي لتر 3 لتر هنا 3 لتر قمنا بتحويلها أليس كذلك؟ وجدناها كم؟ 300 سنتي لتر أستطيع هنا أن أضع 300 هل 25 سنتي لتر يساوي 300 سنتي لتر؟ لا لا يساوي هل أضع يساوي؟ لا لدينا 3 لتر زائد 50 سنتي لتر ولدينا 350 سنتي لتر هنا لتر سنتي لتر وهنا لدينا سنتي لتر أقوم بتحويل التحويل أين؟ دائماً هنا إذا كان لدينا هنا زائد عبارة عن السعة الأولى سنتي لتر ولتر وهنا لدينا سنتي لتر أقوم بتحويل هذا الجزء فقط ماذا سأفعل؟ 3 لتر إذن 3 لتر ماذا يساوي كما قلنا؟ 3 لتر هنا أقوم بالكتابة لدينا 3 لتر وجدناها يساوي كم؟ يساوي 300 أليس كذلك؟ يساوي 300 سنتي لتر إذن هنا لدينا 3 لتر زائد 50 سنتي لتر 3 لتر زائد 50 سنتي لتر 3 لتر وجدناها كم؟ 300 أكتبها زائد 50 سنتي لتر 50 عفواً نقوم بكتابتها إذن هنا أجمع عادي أم لا؟ لدينا سنتي لتر سنتي لتر هل أقوم بالجمع عادي؟ نعم 300 زائد 50 300 زائد 50 يستطيع التلميذ أن يضع العملية عمودياً ويجيب عادي إذن 300 زائد 50 وهي 350 أقوم بجمع الأعداد فقط سنتي لتر أكتب سنتي لتر واحدة فقط تكفي إذن هنا لدينا 350 سنتي لتر هي 3 لتر زائد 50 سنتي لتر ولدينا 350 سنتي لتر إذن هل أضع يساوي؟ نعم أو لا؟ نعم أضع يساوي إذن هنا تعلمت كمية السائل التي يمكنني وضعها في إناء هي سعة هذا الإناء عندما أقول كمية السائل السائل هو كل شيء أستطيع صبه مثلاً الماء، الزيت، العصير إلى غير ذلك هنا كمية السائل التي يمكنني وضعها في إناء هي سعة هذا الإناء كما قلنا مثلاً تلميذ يزن أربعة كعشرون كيلوغرام؟ هنا الإناء أقول سعة الإناء سعة الإناء كيف سنعرف سعة الإناء من خلال كمية السائل؟ إذن هنا لدينا أقيس السعات باللتر L وصنتي لتر C L ولدينا هنا للحفظ ماذا يجب أن يحفظ التلمير واحد لتر يساوي مئة سنتي لتر لدينا اثنان لتر يساوي مئتان سنتي لتر نضيف سفران ثلاث لتر يساوي ثلاثمائة سنتي لتر أربعة لتر يساوي أربعمائة سنتي لتر وهكذا يعني من اللتر للسنتي لتر أضيف كم من سفر؟ واحد إثنان وإذا أردنا الانتقال من السنتي لتر للتر أقوم بحث في ماذا أحث في سفران إذن هذه كانت حصة اليوم إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته